كباق دول المعمورة احتفت الجزائر عبر 48 ولاية ليلة أمس بالتظاهرة البيئية ساعة من أجل الأرض بإطفاء الأنوار لساعة كاملة على المباني الرسمية تحفيزاً للمواطنين للتحلي بثقافة الاقتصاد في الطاقة ما إن حلت الساعة الثامنة والنصف إشارة إطفاء الأنوار عن مبنى البريد المركزي ليلها إطفاء الأنوار على أغلب المباني الرسمية توالياً وتكتسي العاصمة ظلاماً مرسعاً بالسواد لستين دقيقة ولأن الطاقة تشكل حيزاً مهماً من حياتنا اليومية دعت جمية السيدر المنظمة للفعالية إلى تغيير أنماط الاستهلاك الطاقوي واستغلال المصابح الاقتصادية التي تستهلك طاقة أقل بـ 25% مقارنة بالمصابح العادية الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو ترشيد استهلاك الطاقة وتحسيس الجمهور والمواطنين لإعطائه الأليات والسلوكات والجيدة بالتزامن مع ارتفاع تسعيرة الكهرباء السنة الحالية وزيادة معدلات التلوث البيئي اقترح المشاركون توسع التظاهرة لأيام أخرى نشراً للوعي الطاقوي بما ينعكس إجاباً على المحيط البيئي والاقتصادي والاجتماعي لقد يجب أن يأتي بأنه يمكن أن يكون لدينا مجدداً لإعطائه للإعطاء المنظمة ليلة الخامس والعشرين مارس الفين وسبعة عشر ستبقى راسخة في مخيلة الجزائريين كيف لا وقد تزامنت مع مشاركة بلدهم من أقصاه إلى أقصاه في فعالية بيئية عالمية بعد عقود من التبذير والتلوث ترجمة نانسي قنقر